السلام عليكم من خلال استماعنا لحديث وزيرة التربية في قناة ججلة يمكن استنتاج بعض الأمور والتأكيد عليها الأمر الأول يحتمل أن يكون الامتحان شامل يعني مؤكيد مؤكيد يحتمل أن يكون الامتحان شامل لذلك إناد دوركم بأن تقرون وإذا رجعت المدارس تامتحنون لأن احتمال يكون الامتحان شامل احتمال يكون الامتحان غير شامل اثنيا لا يمكن أن يكون هذا العام هو عام عبور دراسي إذن هذا الأمر غير قابل للنقاش وغير قابل لأي بحث آخر إذن لا منقشي ولا يردون يناقشو إذن هنا لا يمكن أن يكون عبور دراسي هناك احتمال تقليص للمنهج يعني مؤكيد المنهج رح يتقلص وهي طلاب دا يتصلون دا يدزون رسائل زي نشلون أخاف إحنا نقرأ مادة والمنهج رح يتقلص أنت اقرأ اقرأ عود بالمراجعة عود المنهج إذا تقلص هذه المادة لا تقراها أو لا تراجعها هناك احتمال تغيير موعد الامتحان يعني إذا المنهج يتقلص يجوز موعد الامتحان بقى نفسه إذا المنهج كامل يجوز موعد الامتحان يصير بعدين خلال نهاية شهر تموز بداية شهر آب منعرف إذا الاحتمالات كلها قائمة وعليه أرى ما يلي على كل طلبتنا الأعزاء إكمال المنهج حسب قدرتهم هسه الطلاب اللي يقول أنا ما أقدر أكمله أنا مملحك كل شي حسب قدرتك امشي اقرأ لي وين ما تقدر توصل لا تتأثروا بالإشاعات والمنشورات المغرضة أن يعطي الطلاب لأنفسهم جدول افتراضي مو مؤكد أنت هسه ببالك خلي مثلا الامتحان الوزاري خلي يكون 10 سبعة خلي يكون 15 سبعة خلي يكون بداية الشهر السابع إذا صار تأجيل تقدر تسوي فاتجد والطوارئ واتكمل التأجيل أتمنى لكم التوفيق والاستفادة من هذه الملاحظات